بعد ساعات من إعلان الجزائر عبر الإذاعة الحكومية رفضها إعطاء ترخيص لفرنسا لعبور الأجواء الجزائرية من أجل تنفيذ هجوم وشيك على النيجر الواقعة جنوب الحدود الجزائرية نفى الجيش الفرنسي أن يكون قد طلب من الجزائر استخدام مجالها الجوية لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر وقال مصدر في الجيش الفرنسي أن هيئة الدفاع الفرنسية المشتركة لم تقدم أي طلب للتحليق فوق الأراضي الجزائرية وكانت الإذاعة الحكومية في الجزائر أكدت نقلا عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة قولها إن التدقل العسكري في النيجر بات وشيكا والترتبات العسكرية أصبحت جاهزة مضيفة أن الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور أجوائها من أجل الهجوم على النيجر وأن ردها على خطوة باريس صارما وواضحا يشار إلى أن الجزائر أكدت في وقت سابق رفضها القاطع لأي تدخل عسكري في جارتها الجنوبية ودعت في الوقت ذاته إلى العودة للشرعية الدستورية في النيجر التي تمتلك احتياطات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليه فرنسا تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطته بسبب الإنقلاب الذي وقع أواخر يوليو الماضي بعد أن أكد في وقت سابق في بيان رسمي أن الخيار العسكري للتعامل مع الأزمة ما زال على الطاولة مشددا على أن مجموعة إكواس ستستخدم جميع الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الإنقلاب في النيجر يتلاعبون بها حسب ما جاء في البيان وفي تطور لافت نشر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ييفيجيني إبريغوجين أول كلمة مصورة له منذ قيادته تمردا لم يضم طويلا في روسيا نشر مقطع فيديو ربما صور في أفريقيا يظهر فيه حاملا سلاحا ومصرحا بأن مجموعته تقوم بأنشطة استطلاع وتفتيش لجعل روسيا أكبر في جميع القرات وجعل إفريقيا كذلك أكثر حرية حسب تعبيرها حول هذا الموضوع معنا من الجزائر وباريس من الجزائر ينضم إلينا حكيم بغرارة الأكاديمي والمحلل السياسي ومن باريس ينضم إلينا جان بير ميلالي وهو مختص بالعلاقات الدولية والشؤون الأوروبية مرحبا بكم ضيفايا الكريمان أبدأ من الجزائر تحديدا مع سيد بغرارة كيف للإذاعة أن تخرج بهذا الخبر ومن ثم ترفض أو تنفي فرنسا على أي معايير بني ذلك الخبر السلام عليكم أهلا بالمشاهدين شكرا على الدعوام أهلا بطيفك الكريم هو الخبر الجزائر في مثل هذه الأمور لا تتلاعب والخبر صحيح من الطرف الجزائري لعدة أسباب لأن فرنسا سبق وأن طلبت من الجزائر سمح باستعمال أجوائها في مالي وقضية مالي ليس ببعيد على النيجر ونفس الظروف هذا من جهة الشكلية ثانيا فرنسا من خلال تناولها للخبر في وسائل الإعلام الفرنسية الرسمية اليوم لم يتعد التناول التفنيد وفقط لم تكن هناك تدخلات لمحللين أو لجهات رسمية فرنسية وهذا خوفا من الحرج في ظل الضعف الكبير الذي توجد فيه فرنسا في منطقة الساحل وتخبطها في إدارة هذه الأزمة كما أن نشر هذا الخبر أعتقد بأن فرنسا تريد تأليب بعض دول الإكواس على الجزائر من خلال ترويج بأن الجزائر ترفض لفرنسا دعم دول الإكواس لفرض هذا الخيار العسكري لأن منذ اليوم الأول ظهرت الكثير من الأطراف والإعاز الفرنسي واضح بضرورة تدخل العسكري تخوفا من فقدان مصالحها في النيجر الأمور واضحة كثيرا لكن تناول الإعلام الفرنسي بالمقارنة ربما من البوكا على شخصية محمد بازوم الخيار العسكري فعندما يكونون في موقع ضعف يقومون بالتعتيم الإعلامي وهذا ظاهر في هذه الأزمة للعيان لأن الجزائر جربت فرنسا وضحت الصورة تماما هذا الحديث يرد علي سيد ميلالي سيد ميلالي هل صحيح أن فرنسا طلبت ومن ثم تراجعت ولذلك انتقدت ذلك الخبر لماذا نفت فرنسا؟ مساء الخير للجميع يبدو لي أن الأمور كما تقدمها الجزائر ليست مقنعة أولا النفي الرسمي من قبل رئيس أركان الجيش الفرنسي كان واضحا وجليا فهذه نقطة مهمة بينما هذا المقال من باب الزعامة يعني نقل خبر بدون ذكر المصدر وبدون أي دليل مدي ولا برهان قاتع لهذا الطلب إذا كان هناك طلب فهناك أثار لهذا الطلب لماذا الجزائر لا تقدم هذه الدلائل إلى الرأي العام؟ وهناك شيء ثاني يثير الاستغراب هو ذكر المغرب فيتساءل المرء من أو ماذا سج بالمغرب في هذه القضية؟ هذا للأسف من عادات الجزائريين الصحفيين يعني عندما يذكرون المغرب بسبب النعرى بين البلدين فهذا يدل على أن هذا الخبر ينظر فيه بإعادة النظر مرة ثانية وثالثة قبل أن تنشر سيد بغرارة هل يوجد ما يثبت بأي شكل من الأشكال أن فرنسا طلبت؟ لأن الرجل ملالي يقول لم تطلب فرنسا وذلك خبر زجت حتى فيه المغرب وما إلى ذلك كما استمعت؟ الفرنسيين معروفين بالتلاعب الإعلامي فالصحف الفرنسي سيرج حاليمي صحفي سابق لون دبلوماتيك يقول بأن الصحافة الفرنسية تقنع كل العالم إلا هي لا تقتنع بما تكتب وبالتالي الارتباك هو واضح كثيرا وبالتالي لماذا طلبوا الترخيص في مالي ونالوه ولكن الأهداف التي سطروها كانت بعيدة على كل البعد عن محاربة الإرهاب وبالتالي الفرنسيين معروفين بالتلاعب الإعلامي وحتى إدارة اليمني في هذا النقطة تحديدا حتى لا يضيع النقاش هل يوجد ما يثبت بأي شكل من الأشكال أن فرنسا طلبت من الجزائر فتح المجال الجوي؟ هو فرنسا لو حللت مواقف الجزائر لم تكن لتطلب هذا القرار الذي قد يبس بالسيادة الجزائرية ولهذا رد الجزائر كان بالتجاه لأن هذا الطلب يعتبر إهانة لفرنسا قبل الجزائر لأن الجزائر تطالب التعامل بين الدية ولو فرنسا بعض الضوائر الفرنسية مدالت تعتبر الجزائر ولاية فرنسية ولهذا تقدم بهذا الطلب الغريب جدا والذي لا يتماشى مع مواقف الجزائر وكما قلت لك فيه نوايا خبيثة فالبيان هو يجب أن نقرأ ما بين الصطور ونعيد إنتاج المعلومات وليس أن ننقله مثل ما أرادت وزارة الجيوش الفرنسية تسويقه للرأي العام الداخلي حتى لا تظهر فرنسا بموقع ضعف والمتابع للتصريحات الأخيرة للرئيس عبد مجيد تبون وانتقاده لباريس ورفضه الزيارة السياحية لباريس وهذا ما يعكس بأن التخبط في الضوائر الفرنسية هو كبير جدا في علاقتها مع الجزائر وهذا نوع من الاستفزاز للجزائر أو محاولة لتأليب الشعب الجزائري على السلطة وبالتالي الجزائر تجاهلت الأمر لأن المطلب غير منطقي ولم يراعي السيادة الجزائرية وبالتالي الفرنسيين هم الذين قاموا بإصدار بيان من أجل حفظ ماء وجههم في هذه القضية طيب سأعود لسيد ميلالي يعني يبدو أن سيد بغرارة مصمم على فكرة أن الطلب وصل من فرنسا سؤالي لك كيف يبنى الطلب عادة عندما تطلب فرنسا من دولة مجاورة أي طلب سواء عسكري أو أي طلب ونتحدث هنا في المواضيع التي تتعلق بسيادة كيف دائما تبنى هذه الطلبات وتتم طبعا هناك قنوات رسمية هناك اتصالات وهناك تسجيل لكل ما يجري بقضية من هذه الدرجة من الأهمية والخطورة فلا يمكن أن يروج هذه الإشاعة بخفة الدم والعقل فأكرر ما قلت فيما سبق إذا كانت هناك دلائل فليطرح الحكومة الجزائرية أو مسؤول من المسؤولين دليل على ذلك هذا الخبر لا ينشر في زاوية مقال ولو كان على جريدة طابعة للحكومة أريد أن أضيف شيئا يجعلني أشكك في هذه الخبرية هل فرنسا التي لها قاعدة عسكرية فيها 1500 جندي مجرب هل هم في حاجة إلى استعمال الأجواء من فرنسا للتدخل في الأزمة النيجارية كلا يمكنهم كذلك هي قاعدة جوية كذلك وهي فيها عتاد عسكري مقدم من المسيرات وللمراقبة إلى آخره أخيرا وليس آخران موقف إيكواس يتماشى ويتطابق مع الموقف الفرنسي يجب على الذين ينتقدون دائما فرنسا وهو دايدان الجزائريين بشكل عام أتكلم عن المسؤولين طبعا ليس عن الشعب هذا دايدان المسؤولين الجزائريين عليهم أن يفهمنا كيف فرنسا تريد أن تتدخل ومن جهة ثانية إيكواس هي تريد أن تتدخل فلماذا الحاجة المليحة إلى استعمال الأجوار سؤال الأخير وسأذهب أيضا أخيرا لبغرارة ولكن حتى لا تذهب النقطة لماذا الجزائر طيب تنشر هذا الخبر هل جاء ذلك نتيجة لتوتر العلاقات المعروف بين الجزائر وفرنسا برأيك نعم هذا يندرج سؤال لسيد ميلالي سعود لك بغرارة كما ذكرت قبل قليل يندرج في هذه العلاقات المضطربة هي مضطربة الآن ولكن من جهة الجزائرية هناك دائما انتقاد واستعمال الانتقاد وذكر الاستعمار إلى آخره هذا يبدو وكانها قاعدة يومية أو أسبوعية في المؤسسات الجزائرية وهذا مؤسف جدا لأن هذا يجعل الجزائريين يشككون دائما في نوايا فرنسا ويرمون على فرنسا العديد من الاتهامات غير صحيحة وصلت النقطة تماما سيد ميلالي أخيرا سيد بغرارة تعلق على هذا الحديث وبنفس السؤال هل ذلك اللغط جاء بسبب توتر العلاقات المعروف بين الجزائر وفرنسا تماما هو سلسلة توترات متواصلة وعلى الأستاذ أن يسأل ساركوزي وكتابه الأخير زمن المعارك وكيف تحدث عن الجزائر وكيف يتهجب عليه أن يسأل السفير سابق جزافي دريانكور في كتاباته لديغ مالجيريان وانتقاده لكثير من الجزائريين وصورة الجزائر وبالتالي نحن كجزائريين نحن نفهم حقيقة الوطن ونسير هذا الخلاف والنقد مع فرنسا وهذا أمر داخلي والعزة وأكثر من 6.4 مليون شهيد الذي أبادتهم فرنسا في الجزائر هذا ليس بالثمن السهل عليكم أن تفهموا بأن الأمور الجزائرية الفرنسية خاصة بين الدولتين عليك أن تحترم الجزائر ومؤسسات الدولة الجزائرية لأننا عندما كنا ندفع الثمن الكثير كان يطالب فرنسا بالعودة إلى استعمار دولها وبالتالي فالكارامة مهما بلغت الخلافات بين الجزائريين فهذا أمر جزائري أما التصريحات والمواقف الرسلية يجب أن تحترم يا أستاذ ونحن نحترم الدولة الفرنسية والسيادة الفرنسية وكن هذا عندما يكتب المتقفين والصحفيين فهذا انطلاقا من المصالح وانطلاقا من التاريخ وبالتالي فمواقفنا تجاه فرنسا هي معروفة رغم المد والجد وصلت الفكرة وصلت الفكرة تماما المعذر أننتهى مع الوقت لكن مواقف الجزائر وصلت الفكرة أنا أشكرك شكرا جزيلا دقيقة فقط نصف دقيقة مشؤوليتنا توجه إفريقيا طيب نصف دقيقة عشرين ثانية تمام لأن الجزائر تعرف بأن جاك فوكار هذا الثعلب الذي أراد إخضاع الدول الإفريقية التي استقلت عن فرنسا ووظف نخبها والكثير من السياسيين والإعلاميين لإبقاء الولاء لفرنسا لأن إفريقيا بيسونكارا ونينسول مونديلا وأكثر من سبعة ملايين شهيد جزائري أعتقد بأنها موجة للحرية والفورة لإعادة السيادة على الطروات وقرد فرنسا منها والمحلل السياسي كنت معنا من الجزائر كذلك أشكر من باريس سيد جان بير ملالي المختص بالعلاقات الدولية والشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لكم